فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ نِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيضًا قَمْلًا فَضْضُوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا أَعْزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْلُرْكُمْ فَمَنْ دَلْذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانِ لِلْبِينَ أَيْنِ يَغْلِ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا ظَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُؤْمَنُونَ أَفْلِكَ بَعْرِبْوَالَ اللَّهِ كَنْبَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَقْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمُصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي قرر مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اجتعوا قالوا لهم نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكف يومئذ أقرب منهم بالإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدون وقاعون ما قتلوا قل فجرروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم والضالين آمين ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فلحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم ينحطوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر العظيم الذين قالوا الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشبهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقربوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سور واتبعوا رضوان الله والله بفضل عظيم إنما باركم الشيطان يخوف أورياءه فلا تخافوهم وخافوا إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حقا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب مليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمه ولهم عذاب مليم ما كان الله ليذرى المؤمنين على ما أنتم عليهم حتى نميزا خبيثا من الطيب وما كان الله ليطرعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فلا منوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطرقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميره السماوات والأرض والله بما تعملون خبير